اشتركوا في القناة هو التحقيقات في تفجير المرفأ الذي عصف في بيروت في الرابع من آب الماضي على مسافة شهر من الذكرى السنوية ادعى قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار على مجموعة شخصيات سياسية وأمنية وإدارية وكل من طالهم الاتهام مشتبه بتورطهم في إهمال كبير وكانوا يعلمون وفق تقارير مرفوعة حجم الأخطار في العنبر رقم 12 وتغضوا عنها في لبنان مشاهدين هناك من وصف قرارات القاضي بيطار بشجاعة وهناك من ارتاب منها في هذه الحلقة سنشرح مستجدات التحقيق مع ضيوفنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ يوسف مرتضى أهلا بك ومرحبا في أحاديث بيروت وأيضا المحامية والحقوقية ديال أشحادي أهلا بك ومرحبا في هذه الحلقة مشاهدين وضيفينا العزيزين نحن سنشاهد هذا التقرير بداية ثم نبدأ الحوار ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر وراء هذه الحلقة مشاهدين مجددا نرحب بضيوفنا أستاذ يالا في البداية نريد أن نفهم من حضرتك المسار القانوني الذي سلكه القاضي بيطار لاختيار الأسماء التي اختارها دون سواها نتحدث عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب الوزراء السابقين علي حسن خليل يوسف فنيانوس غازي زعيتر وانهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة توني صليبة وقائد الجيش السابق جون قهوجي أستاذ يالا لماذا هذه الأسماء ما هي القاعدة التي على أساسها تم اختيارها من الواضح من اختيار الأسماء اللي طلب المحاقق العدلي الادعاء عليها والاستماع لإفادتها أنه اختار أعلى المناصب السياسي والإداري للمراجع اللي كان يفترض أن تتحرك حين علمت بوجود المخترسانة المتفجرات ونيترات الأمونيوم والمواد المتفجرة الأخرى التي لسنا واثقين تماما من ماهيتها ومن كمياتها فمن جهة الرئيس الحكومة السابق حسان دياب هو أيضا المسؤول الأعلى لوزير المالية ولوزير الأشغال وكلهما معنيين مباشرة بمرفأ بيروت ومديرية جمارك من جهة أخرى أيضا الأجهزة الأمنية مثل أمن الدولة مثل الأمن العام وأيضا مثل مخابرات الجيش وقيادة الجيش كانت على علم كما هو ثبت في وثائق تم نشرها وتدولها منذ الأسبوع الأول للتفجير كانت على علم بوجود هذه المتفجرات وبخطورتها وبطبيعتها المحط عسكرية ولم تتخذ الإجراءات اللازمة وفقا لمسؤوليتها الوظيفية وواجباتها المنتظمة من أجل ردع الخطر الذي يتشكل ويكون داهما لأي منطقة مدنية مأولة بالسكان حين توزت هذه الترسانة في وسطها ما أعتقد أنه لعله قيادة مرجعية قيادية وحيدة لربما لم يسلك المحقق العدلي طريقه من أجل مساءلتها وفقا للأصول المتبعة هي هو رئيس الجمهورية ميشيل عون يعني مشاهدة الأسماء التي لم يشملها وشكلت علامات استفهام هي فقط رئيس الجمهورية ميشيل عون إذا بدنا نحكي بقيادات العليا في الرئيس عون في أن نحكي بك رئيس قائد الجيش الحالي نعم جوزيف عون ومنقدر نحكي أيضا برؤساء حكومات أو وزراء مالية وأشغال سابقين منذ سنة 2013 وحتى الآن على الأقل لمساءلتهم عن ما يعرفونه حول هذا الموضوع لأنه بالطبع المحاقق العدلي قام بتحقيقات كافية على الأقل بالنسبة للمساندات الرسمية والوثائق التواصلية المتوفرة بين المؤسسات والإدارات العامة لمعرفة من علم ومن تبلغ ومن لم يتبلغ من هذه الأجهزة ولعل عدم شمل رئيس الجمهورية بهذا الإجراء هو أن الصلاحيات في الإدعاء عليه وفي محاكمته تعود لمجلس النواب حسب الدستور ولكن كان بوسع المحاقق العدلي أن يطلب من مجلس النواب الإدعاء واتخاذ المقتضى وأن يترك الطابة إذا صح التعبير في ملعبه لجهة محاسبة الجميع المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهورية كي لا يقول قائل لاحقا بأنه سمت صغرة تشوبه أو بأنه تعامل بمعيار مزدوج في انتقائه ولكن من دون شك هي خطوة جريئة وهي خطوة شجاعة وهي خطوة تتجه نحو الأمام ولو أنها ممكن نتحدث لاحقا شملت جزء من موضوع التفجير وقضية جريمة التفجير دون غيره طيب أستاذ يوسف تقول الأستاذ ديالة أن هناك جرأة في هذا القرار وبالأساس القاضي فادي صوان الذي كان خلاء سلف القاضي بيطار هناك مجموعة من الأسماء التي دعا عليها بيطار أيضا القاضي السابق كان ودعا عليها ما هي المفاجأة وما هي الجرأة في قرار القاضي بيطار حياة يعني كمان ما فينا ما نتحدث عن جرأة عند القاضي صوان لأنه إلى حد كثير كبير تناول نفس الأسماء قاضي بيطار توسع أكثر بعدد الأسماء والمرة الصابقة القاضي صوان ما وصل لقادة الأجهزة الأمنية صحيح لأنه حصل يظهر تعثر في المتابعة ما بعرف إذا كان بخطأ منه أو كان نتيجة الضغوطات حسب ما سرب وسرب أحدهم أنه وصلوا تهديد بيتبح تم نفي هذه المعلومة من أكثر من مصدر بس كمان قاضي صوان هو أحال عمليا ملف النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل إلى المجلس النيابي واعتبر أنه هو اللي يحاكمه أمام محكمة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء بعدين تراجع وصار هو بده يتحقق معهم هون صار ارتباك بالموضوع بصراحة نعم اليوم أنا رأي الآدي بيتار ما وقع به المطاب الآدي بيتار ادعى وإله حق إله حق الآدي بيتار أنه يدعي وأنا بتأديري الآدي بيتار يعني ممكن هو بنقاوة تفكيره ونقاوة ضميره من جهة ثم ما ننسى ضغط الشارع ما ننسى ضغط أهالي الضحايا كمان أنه يعني هاي جريمة العصر ما بصير التعامل معه بخفي وبيستهتار وبمحاولة التفاف عليها وتنصى فكان جريء أنه محمي أيضا رغب كله لعب يصير بالبلد بصراحة ما وصلنا لحقيقة ولا بشيء من الجرائم اللي ارتكبت ممكن هو صار حاسس أنه بالبلد صار يعني فيه انتفاضة شعبية طيب الانتفاضة الشعبية ممكن تكون حامي وحاضنة لقرارات جريئة حقيقية طيب هذه هذه الحاضنة الشعبية أو هذا البعد ربما العاطفي في توقيت القرار على مسافة شهر من الذكرى السنوية البعض في لبنان وصف هذا القرار بالشعبوي أو نوع من الاستجابة للشعب ولأهالي الضحايا أنه هذا نوع من الهدية التي نقدمها لكم على أبواب الذكرى السنوية طالما أنه أساسا إسقاط الحصانات والاستمرار في كل الأليات القانونية في الإدعاء سيحتاجوا أشهرا أنا رأي مختلف بصراحة لأن القاضي ما بيقدر يعمل أحكام قضائية والدعاءات من خلفية شعبوية وعلى ما هو معروف عن القاضي بيطار أنه مش هيك بصراحة ولكن أن يعني يعتبر أنه في وضع شعبي ضاغط بهذا المعنى هذا حقه بس ليس تحت ضغط الشارع هو يعني يطلع قرارات إدعاء على مسؤولين سياسيين كبار وعلى رؤسة أجهزة أمنية هذا أمر يعني لا يمكن أن يكون ساري في القضاء والقواعد القضائية بالتالي لا أنا رأي موقف قضاء بحت موقف قضاء بحت وقالون بحت وبالتالي اليوم الشارع مطالب أنا برأيي الشارع مطالب اليوم أن يقف إلى جانب القاضي بيطار ليتابع مهمته لأنه هناك محاولة اليوم للالتفاف على إجراءات القاضي سنة حتى اللي شفناه أول شيء بوزير الداخلية اللي كان محمس دغري اللي رفع الغطاء عن لواء إبراهيم وأعطاء أزب بملاحقته حسب ما قيل أيضاً بعد اتصالات ما راجع الجميع أشعى أجواء إيجابية المدة عليهم في الإعلام ومن ثم رأينا هذه اليوم في جلسة مشتركة لمكتب المجلس للجدد الإدارة والعدل من أجل البحث برفع الحصان يعني علي حسن خليل أستاذة ديالا هناك أسئلة طرحت في الصحافة اللبنانية أنه ما هو السبب الذي قد يقود قاضي إلى الإدعاء على وزراء وقيادات أمنية كالوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر من دون أن يستمع أساساً إلى أقوالهم طالب الاستماع كان بوسع المحقق العدلي أن يطلب الاستماع إلى إفادة هؤلاء على سبيل الاستئناس بشهاداتهم يعني كشهود أو على سبيل المعلومات ومن ثم يقرر إذا كان يريد الإدعاء عليهم المحقق العدلي ليس لديه سلطة الإدعاء سلطة الإدعاء حسب القوانين وصول محاكمات جزائية تحديدا هي للنيابات العامة وبالتالي هو مضطر لأن يطلب من النيابة العامة التميزية التي هي المرجع القضائي للإدعاء في هذا الملف مضطر أن يطلب منها الادعاء لكي يتهم لاحقاً لكي يحقق معهم كمدع عليهم ولكي يصدر قراره الاتهامي فإما يتهمهم أو يمنع عنهم المحاكمة أو يتهمهم بجزء أو بكل ما دعت به النيابة العامة أو يخالف النيابة العامة في الديعاء فهذا إجراء تقني بكل بساطة ولكن لماذا تأى الذهاب فوراً إلى طلب الادعاء على ما يبدو لأنه لديهم ما يكفي من معلومات ومن أدلة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا الجرم المدعبه أو ارتكبوا واحدة من الجرائم المدعبها لأن الجرائم المدعبها ليست فقط القصة الاحتمالية للقتل وللإنما هي أيضاً التقصير في موجبات الوظيفة لذلك أقول هذا القرار جريء لأنه قرار بكل بساطة يتوجه مباشرة إلى أعلى رؤوس الهرم المسؤولين ولو أنها قائمة تبدو غير مكتملة ولكننا نقبل بالبدء على الأقل برفع السقف كما يجب في جريمة بهذا المستوى وبهذه الخطورة ما الذي سيحصل لاحقاً؟ هل ستؤدي هذه جلسات الاستجواب؟ هل ستؤدي إلى اتهام هؤلاء؟ هل ستؤدي إلى توقيفهم احتياطياً؟ هل ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات وتدبير احترازية بحقهم على منع السفر على سبيل المثال؟ سوف نرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأنني أعتقد أن المحقق العدلي ميال بحسب المعلومات المتدولة إلى إصدار قرار بهذا الملف في وقت لا يتأخر كثيراً عن سنوية التفجير أيضاً من ضمن التساؤلات كيف يمكن للقاضي أن يستمع إلى وزير داخلية حالي بصفته شاهداً ووزير الداخلية السابق بصفته مدعاً عليه؟ يعود إلى المعطيات المتوفرة لديه أو التي يستخدمها في استماعه إلى هذا وإلى ذاك اليوم يمكن لأي قاضي أن يستمع إلى شخص على سبيل الشهادة وأن يطلب لاحقاً الإدعاء عليه بناء على ما استأنس به من معلومات خلال جلسة الاستجواب هذه هلأ يمكن إذا قررنا أن نحلل هنا نمكن القول أن وزير داخلية سابق لم يكن على علم بوجود نيترات الأمونيوم بينما وزير داخلية نرهاد المشنوع تبين له بالدليل القاطع أنه على علم ولا ما يفعل شيئاً وهنا مسألة خطيرة جداً القول أن شخص مسؤول مثل وزير داخلية مثل قائد جهاز أمني مثل وزير أشغال أو مالية أو رئيس حكومة هذه مسألة ليست بسيطة القول بأنه كان على علم بأن مرفقاً عاماً مثل مرفق بيروت الدولي يحتوي على ترسانة من متفجرات خطيرة لا يمكن استخدامها إلا في المجال العسكري وأن لا يحرك ساكناً فهذا التقصير هذا الذي أبسط ما يقال عنه أنه تقصير لعله يحتوي أبعد من ذلك من نوايا مبيتة ومن معرفة بمعطيات أكثر من التي نعتقد أنهم يعرفون بها ومن هنا ضرورة الإدعاء على هؤلاء الأشخاص بالسيناريوهات المحتملة جميعها للنية الجرمية المتوفرة أو التي يعتقد أنها لربما تكون متوفرة أستاذ يوسف سبق وتحدثت عن فرضية أو احتمال أن يتم تسويف الاستجابة لرفع الحصانات رئيس الحكومة المستقيلة مثلاً حسان دياب لا يزال متمنعاً عن مقاربة هذا الاستدعاء إن كان سلباً أو إيجاباً أيضاً وزير الداخلية كما تفضلت حضرتك قبل قليل في البداية يعني لحظة إصدار هذا القرار تعطى بإيجابية ولكن في صحيفة نداء الوطن تتحدث عن تحصن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بخلية قانونية تشكلت لمتابعة هذا التحقيق في وزارة الداخلية أيضاً عملية رفع الحصانات داخل المجلس النيابي قد تمتد لأسابيع هل نحن سنصطدم ليس بقرار سياسي ولكن فينا نقول لمنافذ قانونية ينفذ من خلالها المدى عليهم كون السياسيون اليوم ربما لا يتجرؤون أمام الرأي العام أن يقولوا نحن سنعطل مسار التحقيق ولا نتجاوب لو عنا نحن مسؤولين بكل معنى الكلمة بتحملوا المسؤولية تجاه شعبهم ما كنا وصلنا للي نحن فيها ما كنا عم نجوع وعم نوزل عم حبطة البنزين ومصرياتنا طاروا بالبنوكة ومش عمل إدواء وإله وهني عادين وهني كأنه مش صاير شي بالبلد هاودي مش مسؤولين هاودي مجرمين كل معنى الكلمة والمجرم حيفتش عن مئة طريقة لحتى يهرب من المواجهة ويهرب من المحاسبة حكما وانا بكل صراحة بدي أحكي لأنه اللي عم بيصير فينا ما صار بتاريخ لا لبنان ولا حدا بالعالم لذلك نعم يعني أول مسأل فيه هو وزير الداخلية اللي أول ما حصل الانفجار أعطانا خمسة أيام إنه إذا خمسة أيام ما بين شي مدرجون حيعمل نعم حدد عدد الأشخاص اللي لازم يتوقف لازم يتوقف بإيام القاضي فاضي صوان لم نشاهدها اليوم ما بعضنا نحن أبلشين ما بتعرفي تتوقع أن تلتف القيادات المذهبية حول المتهمين بالمبدأ بالمبدأ نتيجة توصيفة لهم أنهم مجرمين وليسوا مسؤولين ما فيني إلا أتوقع محاولات التهرب من الالتزام بالأوانين وهن خارج الأنون هن عم يحكمون خارج الأنون اللهم 30 سنة بيحكموا خارج الدستور وخارج الأنون واليوم ارتكبوا كتير جرائم عددت كتير منها وهذه جريمة العصر المرفق أني مسؤولين عنا مجتمعين هادي ست سنين فيه قملة نووية بالمرفق وكلهم عارفين كلهم عملوا كتب لبعضهم وما حدا قال وينهم كانوا 750 طن صاروا 250 طن وين إني وين راحوا كيف منهم مسؤولين كلهم كيف منهم مسؤولين والكتب بين بعضهم ولكن لذلك أنا بدي أحكيك لا أهم يأخروا دائما أوانين استقلالية القضاء فيه مشاريع أوانين استقلالية القضاء العبلي والقضاء الإداري والقضاء المالي لماذا بدتوها حتى ما يعلقوا حتى ما يتحاسبوا بدي يظلوا هاربين من المسؤولية من تحمل المسؤولية واليوم نحنا بنأمل أنا بصراحة يعني الضغط الشعبي يكرهم على الالتزام بالأنون بالإكراه بالضغط برأيك يجزموا بالأنون معروف عن الشعب اللبناني أنه ينسى بسرعة ما بعرف ينسى ويغفر بعد الوجع اللي عم ننوجعه ما لازم حدا ينسى غفر جرائم الحرب الأهلية غفر التفجيرات ما لازم اليوم بللي اللي عم نعيشوا أخطر بالحرب الأهلية أخطر بالحرب الأهلية ما كنا هيك بالحرب الأهلية عم نعيش هذا الإزلال اللي عم عم نوصله اليوم أنا بديلك اليوم عم تخبين بلش يفتشوا عن صغرة أنونية بمجلس النواب أنه المجلس بحالة انعقاد ما في إمكانية يرفع حصانة عن النواب في مادة خمسين أو اتنين و خمسين ما بعرف شو هي أنه هادي ممكن تمنع رفع الحصانة يعني بأجله وأنا بدي أقول لللواء عباس إبراهيم وللقائد الأمن الدولي لكل المسؤولين عيب أنا بدي أقول عيب عيب يسمحوا عيب يسمحوا بيرفع صور لألون بالشوارع ويعملوا بروباجاندا عن النزاهة وعن الاستقامة وإني مسؤولي أجهزة أمنية لازم يطلعوا يقولوا نحن سننصل أمام القاضي وندلي بشهادتنا ليكونوا نموذج المسؤول أمام الشعب رح نفصل إذا المسؤول ما بدي أمسل شو نطري من المواطن العقبات التي قد تحول دون الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في هذا الملف ولكن بعد هذه الاستراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عودة إلى متابعة هذه الحلقة مشاهدينا حول التحقيقات في تفجير المرفأ مجددا نرحب بكم ومجددا نرحب بضيوفنا أستاذ ديالا نظرا لنوعية الشخصيات التي مفترض أن تمثل في التحقيق أمام القاضي طارق البطار ونوعية الحصانات التي يجب أن تزال نتحدث عن حصانات نيابية نتحدث أيضا عن أذنات يجب أن تعطى من كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لملاحقة رؤساء الأجهزة الأمنية في حال لم تسقط أي حصانة ما هي السيناريوهات المتوقعة وما هي نوعية الحصانات الأصعب إذا بدك تتفصل لنا إياه من الأصعب فالأسهل الأسهل هي حصانة الموظفين العامين خصوصا أنه نظام المجلس العدلي يعطي صلاحية وسلطة كبيرة للمحاقق العدلي وللقضاء المجلس العدلي فيما يتعلق بملاحقة الموظفين العامين نتحدث عن مدراء الأجهزة الأمنية عن رئاسة الأجهزة الأمنية تحديدا فيما يتعلق به هذه الأبسط وهذه حتى رفض إعطاء الإذن أو الامتناع عن إعطاء الإذن لن يمنع المحاقق عن المضيب تحقيقاته موضوع حصانة المحامين بكل بساطة إذا نقابة المحامين في ترابلس أو نقابة المحامين في بيروت امتنعت عن أو رفضت إعطاء الإذن بملاحقة نواب حاليين أو سابقين هم أعضاء في هذه النقابة أو تلك يمكن بكل بساطة استئناف القرار أمام مرجعه الصالح الذي هو محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا النقابية المشكلة الحقيقية هي مع مجلس النواب يعني مجلس النواب اليوم سمت لبس حول آلية التعامل مع قرار مثل امتناع المجلس النواب بأكثرية الصالحة عن أعطاء الإذن لملاحقة نائب برغم أن الجرم المدعى به لا يتعلق بأقوال هذا النائب وبعمله التشريعي والنص الدستوري واضح حصانة النواب ليست مطلقة وليست شاملة إنها حصانة تتعلق بدورهم التشريعي وما يصدر عنهم من كلام ومن أقوال بإطار هذا الدور التشريعي وأيضا الدور الرقابي على السلطة التنفيذية أما سائر الأفعال التي لا ترتبط مباشرة بهذا الدور التشريعي فهي تعتبر من الجرائم التي يجب معاقبة النائب عليها وهذا الأمر ملحوظ في الدستور في النظام الداخلي لمجلس النواب وأيضا في قوانين المرتبطة ولكن في وقت عينه فإن النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور يعطي الحق حصرا للمجلس نيابي بيرفع الحصانة من عدمه أديش فيها مهلة لإصدار القرار برفع الحصانة أو من عدمه؟ المهلة تتراوح بين أسبوعين للبت بهذا القرار في جلسة عامة أمام مجلس النواب مع تحفظ إلى أنه خلال الدورة العادية لمجلس النواب يحضر الملاحقة الجزائية وبالتالي يجب الانتظار لريثما تنتهي الدورة العادية باعتبار أن هذا الملاحقة ستؤثر على العمل التشريعي المهم لمجلس النواب قبل الانتقال للأستاذ يوسف الفتوى القانونية أو الدستورية في حال لم ترفع الحصانات؟ لست بموقع لأفتي دستوريا ولكن لابد أن هناك أشخاص في هكذا موقع سيصدرون فتواهم الدستورية في وقتها والأهم من أن يصدر أحدهم فتوى دستورية من عدمه هل سيمتاثل مجلس النواب والرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الفتوى ويسمح بملاحقة اثنين من النواب المحسوبين عليه وهنا ما أقصده بأن هذه خطوة القاضي بيطار هي خطوة جريئة ولكن هل هي عملية؟ هل يمكن تحقيقها؟ هل هي عملية وهل يمكن تحقيقها؟ أستلف السؤال من الأستاذة جيالا هؤلاء النواب اليوم نتحدث عن ثلاثة نواب محصنون بالقانون وبالدستور بحال القاضي بيطار استضم بهذه الحصانة في نهاية المطاف ماذا سيفعل؟ خليني أرجع للتفسير كونه أنه مدعى عليهم كوزراء لأنه كانوا يمارسون المهامهم الوزرية صح والتقصير شمل هذا المهام الوزرية يعني أولا في إشكالية الإدعاء كما تحدثت الأستاذة أنه الإدعاء عليهم لا يطال أداءهم أو دورهم كنواب عندهم وظيفة تشريعية أو رأبية عميطالهم كانوا وزراء يعني كانوا بوظيفة وزير عندما كانوا بوظيفة وزير صار هيدا إجا النترات أممونيوم وعلموا فيه وعملوا رسائل وكتب إذن هذا خارج عن دورهم كنواب محصنين فيه لذلك هون ممكن الإفتاء بهذا الموضوع أنه ممكن نتجاوز حصنتهم لأنه هون ما عم يدعى عليهم كنواب هل سيتجاوز القاضي بطار هذه الحصانة؟ خلينا ندرس شوي اتنين اليوم بالمهل مفترض لجنة الإدارة والعدل مع مكتب المجلس يدرسوا هذا الموضوع ويقدموا تقرير للمجلس النيابي خلال 15 يوم خلال 15 يوم لنصير فيه جلسة هيئة عامة إذا كان المجلس والجنة إدارة والعدل أقروا بأن الحيثيات المطروحة تستدعي رفع الحصانة فيقترعوا على المجلس رفع الحصانة وإذا لا ممكن هن يرفضوا يقولوا لا ما فيه دواعي لرفع الحصانة وهن يعود للمجلس النيابي أنه يقر أو لا يقر رفع الحصانة بأكثرية العادية بالمجلس النيابي هلأ فيه ثغرة ممكن عم بيحاول يفتشوا يهربوا منها أنه لا هذي بكل حالة هو لنواب وبحالة الانعقاد العادي لمجلس النواب لا يحق لا يلاحق بأضايا جزائية النواب بتالي بدين ينتروا لانتهاء العقد نحن أمام كمان مرحلي إذا في طردي انتهى العقد ولم تقر يعني رفع الحصانة ينتهى العقد فيه؟ فيه آخر آب بعتقد آخر آب بعتقد آخر آب ما بعرف شهرين عادة ميقون بعتقد ماني ذاكر بالزبط ولكن نحن عكل حال هيدا ملف يعني سيتابع ويلاحق ومهلة المجلس كله بتنتهي بعد 8 شهر يعني نحن بأيار 2022 ما بعود فيه مجلس نيابي يعني بدوا يسرحها انتخابات إذا ما عملوا انتخابات بكون رفعت عنهم الحصانة تلقائيا الوزير يوسف فنيانوس ليس نائبا آها رئيس وزير يوسف فنيانوس عنده مشكلة مع نقابة المحامين نقابة المحامين هي اللي بدت ترفع عنه نقابة محامين شمال ترابلوس هي بترفع عنه الحصانين وهذا بعتت سيحصل بعتت سيحصل واجه هو امتسل اول مرة عند القاضي كان اليوم مبالا عند القاضي صوان عمل افادة عند القاضي صوان كشاهد كالقاضي السابق مش مدعى عليه بس بكل حال السؤال انه هذا الادعاء سيتابع؟ نعم سيتابع هذا الادعاء اليوم معتش بقى ملك القاضي لوحده هذا الادعاء ملك القضاء ملك الشعب اللبناني وهذا القضاء مدول فيه اليوم يعني مسلط الضوء بقوة من رأي العام العالمي من الجهات الدولية على انفجار المرفأ وعلى تدعيات انفجار المرفأ وبالتالي هل هناك تعاون دولي؟ وبالتالي اهالي نجح القاضي بخطوة جدية بالتحقيق واستطاع انه فعلا ينفذ الى توقيف مسؤول من هؤلاء المسؤولين الكبار ويظهر الحقيقة هذا حيصير مثل شو بسموه الدومينو حجار الدومينو هتوقع هني خايفين من انه كشف واحد هيكشف كل السيستام استاذة يالا نحن لا نزال نتحدث ونتناقش حول تهم الاخلال بالوظيفة المسؤولون الذي كانوا على رأس والقصد الاحتمالي بالقتل عظيم وهو مرتبة بيئة الإهمال خلال أداء الوظيفة العامة بس فيه جزء وشق أساسي الرأي العام اللبناني وأهالي الضحايا هم يحتاجون لمعرفته بداية من أدخل النترات لمصلحة من من استفاد منهم من سرق هذه النترات وظف واستثمر في هذه النترات لأنه اللي تفجروا هني 500 طن 250 من أصل 750 بوقت أنه اللي وصلوا على لبنان في 2014 كانوا حوالي 2700 طن وأيضا بموضوع احتمال العمل الإرهابي احتمال الاعتداء الإسرائيلي كل هذه المعطيات نحن بعدنا عم نحكي عن الإهمال ومسؤولية المسؤولين اللبنانيين بموضوع الإهمال طب أشق الأهم من التحقيق لأنه هذا الشيء الوحيد المسموح ينحكي فيه لأنه بكل بساطة باليوم اللي وقع التفجير الإرهابي بمرفأ بيروت بالربع من آب 2020 عم بتقول التفجير إرهابي طبعا أنت مقتنعة بهذا التعبير أنا مقتنعة بذلك لأنه أي جرم مقصود وأنا أعتقد أنه بشكل أو بآخر هذا الجرم مقصود ليس لدي أدلة ولكنها قناعة شخصية من مواطنة لبنانية أي جرم مقصود يصل إلى نتيجة التي أوصلتها جريمة تفجير بيروت هو جرم يرقى إلى الإرهاب يعني على غير جريمات تفجير موكب رفيق الحريري في عام 2005 هل تفجير أضخم منه؟ هل سنعرف هذه المواطنات؟ بس بنتي ذكر أنه بنفس اليوم اللي صار في التفجير الناس بلشت توارد معلومات وتحكي أنه سمعت صوت طيران سمعت صوت صاروخ واستعجل فتعثر وزير الداخلية محمد فهمي وقال عم يتخيلوا طبعا يعني المصطلح ما كان لائك بس التقرير الفرنسي قال بالعينات التي تم أخذها من التربة ومن الماء ما في أثار بارود وبالتالي لا يوجد أثار صواريخ الفرنسيون عندهم أجندا سيسية الفرنسيين عندهم أجندا فرنسية دول أخرى عند أجندا سيسية أنا لا أثق بالتقرير الفرنسي ولن أثق بالتقرير دولة لديها مصالح سياسية في لبنان أنا أثق بتقرير صادر عن مرجع لمصلحة منفعية سياسية أو اقتصادية أو غيرها مباشرة له في لبنان فينا نلاقي مرجع لمصلحة طبعا المرجع وجود ولا حدثنا عنه منذ البداية المرجع هو الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحق له بحسب مثاق الأمم المتحدة وبصفته مديرا لمنظمة الأمم المتحدة أن ينشع لجان تقصي حقائق خارج إطار مجلس الأمن حين تكون مصلحة الأمم المتحدة متضررة مباشرة يعني حين تكون إما مباني تابعة وأملاك تابعة الأمم المتحدة تضررت من جريمة ما أو أشخاص موظفين في الأمم المتحدة تضرر ومن المتحدة تضرر في بيروت وكذلك أشخاص تابعين وموظفين في الأمم المتحدة تضرر وقد فعل الأمين العام للأمم المتحدة ذلك بالفعل في حالات وفي جرائم وقعت في فلسطين المحتلة وفي جنوب السودان أسس لجنة تقصي حقائق خارج إطار مجلس الأمن اختار خبراء دوليين مستقلين لهم خبرة طويلة في مجال العمل في دول نزاعات مسلحة أو في قضايا إرهاب أو في جرائم ذي الطابع دولي وأكثر من ذلك فإن هذا المقترح ليس حتى مقترحي أنا أتحدث عن مقترح موجود بالفعل ومرفوع من كتاب ورسالة موجهة إلى الأمين العام المتحدة من عشرات الخبراء في ومتحدة يعني لا تثقين بالتحقيق المحلي الذي يجريه القاضي بيطار؟ لم أقل لا أثق بالتحقيق المحلي ما لا أثق به بتاتا هو أن تسمح السلطة التنفيذية في لبنان متعمشقة بالسلطة منذ نصف قرن أن تسمح لقاضي عينته في منصبه بأن يحاسبها وأن يضعها خلف القبان لا أثق به تحقق حلم هذا أمر غير واقع بالنسبة لدولة مثل لبنان يحكمها السياسيون ولا تفصل بين سلطاتها الدستورية المسافة المطلوبة والاستقلالية المطلوبة لسلطة القضائية خلي نسمع لأي الأستاذ يوسف أنت قلت أنه التقرير الفرنسي أنت لا تثق به الذي تحدث عن يوجد شيء ميش دقيق اللي اتفضلت فيه أنه التقرير الفرنسي كان هاي نتيجته مين نشره هيدا التقرير ما حدا نشره هناك مصادر صحفية تحدثت عن هذا التحقيق مصادر فيه فرق بين المصادر وبين التحقيق نشر أو لم ينشر مش دقيق أبدا هذا الكلام اثنين اللي قالتو الأستاذي مظبوط أمين العام الأمم المتحدة فيه يدعي اليوم فيه يدعي ويتابع هذا الموضوع لتضرر جهات دولية بالأمر يعني بما فيه الفرنسيين بما فيه اليونيفل بما فيه مبنى الأمم المتحدة لكن أنا اللي بدي يقوله أنه بهاي جريمة قلتي إرهابية نعم جريمة إرهابية وصار تحقيق صار تحقيق دقيق من أحد المحطات التلفزيونية من أحد المحققين العالميين كشف مصدر النيترات أممونيوم ومين اشتراه ومين مولو ومين شحنو وليش حطوهن هذا تحقيق كامل تابعته نعابة المحامين تابعه نائب المحامين بلندن سكروا الشركة اللي كان عم يشغله جورج حسواني اللي معروف رجل الأعمال السوري رجل الأعمال السوري القريب من الحكومة السورية هو ما كانش أول مرة بيشحن كان شاحن نيترات داممونيوم لصالح النظام السوري كانت هاي دي المرة قبل بسنتان هل أخذه في عين الاعتبار القضي بيطار هذه المعطيات هم ما بنعرف هذا شغل القاضي بس أنا بالنسبة لأيلي كمراقب كمراقب وكمتضرر كوني مواطن أنا متضرر ولو ما كان عندي حدا من عائلتي متضرر لأنه هيدا تضرر أي مواطن إذا بيحقنا جميعا أنا ما فيني إلا ما شك بقوة بفعل جرمة بهذا الأمر أنه هذه الكمية من النيترات وين راحت خالي 6 سنوات ليش الصغرات ما حدا لاحق الموضوع يعني برأيك نظرية التلحيم وبالتالي هذا كان مقصود نظرية التلحيم لا قائمة أو غير قائمة بعدين أنا بدي التلحيم ما إله علاقة أنا بديك مني القاضي بيطار هل أسقط هذه النظرية ما إله علاقة التلحيم أنا بحكيكي أنا بدي أستشهد ما حافين يسميه واحد بلا بدي أسميه دكتور هادي دلول دكتور هادي دلول هيدا هو بقدم حاله أنه هو المستشار للشؤون النووية للخامنئي طلع على التلفزيون وأنا عملت جلسة معه وأنا بتحمل كل كلمة أنا بسؤولي كل كلمة بحكيها وبيقول أنه هو بيتفاجأ كيف أمين عام حزب الله سيدنا صلى الله بيطلع بيقول نحنا ما بنعرف شو فيه بالمرفع هو بيتفاجأ يعني برأيك أنه معروض يقول سيد نصر الله بيقول السيد نصر الله أنا بعرف شو فيه بمرفع حيفا بس ما بعرف شو فيه بمرفع بيرون في علامة استفان يعني المقاومة إذا فيه مقاومة أول شي بتحمي ظهرها قبل ما تواجه العدو صح؟ هدم بالمنطق نين هذا صاحب الخبير النووي والمستشار النووي للخامنئي بيقول بالحرف الواحد صار عملية تفجير مقصودة أنه هذه الكميات من نيترات دامونيوم اللي هي مئات إذا مش آلاف الأكياس محطوطة ما أنا محطوطة بشكل نظامي محطوطة بشكل عشوائي فلا يمكن لي حريق ولا يمكن لأي احتشتعال أن يجعل منها أم بلي وحده مش مستحيل ممكن يطلع عشر كياس عشرين لأنهم بعسرين مشهم نظمين مشهم ستفين متحد بار هو يجزم بعلمه وأنا ماني خبير بعلمه النووي وعلمه بالمتفجرات أنه كان في عبوي اختراق ما فيتوا حطوا عبوي ناس فيه من مادة متفجرات وحزموا كل هالكياس بحزمه من هذا الفتيل المتفجر جعلوهم جسم واحد مع صاعق من بره هذا بريمونت كنترول فجر لذلك طلعت أم بلي وحده لذلك طلع انفجار واحد كلهم عشان هيك هاي جريمي موصوفة بس كان في حريق قبل الانفجار هالحريق تمويه ما إله علاقة هذا الحريق ما إله علاقة بالتفجير ما بيعمل هيك النترات أمونيو جيبيها شعليها ما بتشتعل ما بتعمل انفجار هي جيبيها وشعليها ما بتعمل انفجار بيعمل انفجار بدأ قوة تفجير قوة التفجير بتعمل تفجير بدون هيك مستحيل لذلك كنت بحاجة لعبوي ناس فيه تعمل قوة التفجير لتعمل هذا الانفجار أنت مقتنع يعني بأنه هذه النترات استقدمت لمصلحة الحكومة السورية وكانت تستخدم هذه النترات في البرامير المتفجرة هذه واحدة من الأمور التي تنعر وهذا نشر أنا ما بوسق كثير بالإعلام البصراحة لأنه في كثير تأرير مشوهة بتنشر أنه كيف كان عادينا ألعى السورية كيف تغطط القصة أنا هذا موضوع ما فيني أنا سبته لأنه أنا ما أنا ما ماسك هالقصة بيدي هذه أقويل بس ممكن تكون صحية بس السابت أنا جورج حسواني هو ورا العمليين جورج حسواني المعروف بانتمائه ودوره وإلى آخرين هو وآخرين بدخوري معروفين يعني لذلك أنا هون بتأدير القاضي صوان ثم القاضي بيطار لديهم معلومات مهمة جدا وأنا بقول ما وصل للإدعاء لأنه هو بده يدعي لأنه هذا إدعاء آنوني مش سياسي رح نكمل نحن عنده كار سياسي لأضي بيطار لا على لواء إبراهيم ولا على النواب عنده بييده في مادة آنونية شايفة وعنده تحقيقات سنتحدث عن مصير التحقيق أفرج أفرج بإخلاص سبيل مضطرين للتوقف أفرج بإخلاص سبيل الأضي بيطار عن ضابط الأمن العام بنفس اليوم اللي عمل فيه الانتعاء هذا الضابط شو قيل مش هيك؟ أنا بخلي نسأل السؤال شو الإفادة اللي عملها هذا الضابط طيب نحن سنستكمل هذا الحوار ولكن بعد التوقفي مع الفاصل تتسرع الأحداث وتتقلب الموازين وتتغير التحالفات ونكون أقرب لكم تابعونا ببث حين ومباشر على رأسي كل ساعة ولن يفوتك شيء برامجنا منوعاتنا نشاراتنا المرأة والرياضة من خلال زيارتك لمنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أهلا بك في منصة اليوم على يوتيوب اشترك لتنم إلينا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى إبداء رأيك بكل محتوياتنا لتصلك أحدث المستجدات أينما كنت تابع موقعنا الرسمي اليوم TV.net الحمد تطبيق اليوم على هاتفك المحمد عودة إلى القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة من أحاديث بيروت مجددا نرحب بكم مشاهدين أستاذ يوسف بموضوع الاستهداف المباشر لقرارات القاضي بيطار كان لافت أول شخصية في لبنان استهدفت وانتقدت ما أقدم عليه القاضي بيطار هو أمين عم حزب الله حسن نصر الله وقال أن هناك استهداف سياسي أو توظيف سياسي عبر هذه القرارات وكان ملفت أيضا التجربة السابقة مع فادي صوان عندما خطب حسن نصر الله بـ 18 شباط 2021 وقال أنه قرارات صوان فيها ارتياب 48 ساعة كان القضاء قد اتخذ القرار بكافية القاضي صوان بداية لماذا تقصد أمين عم حزب الله باستهداف التحقيق طالما هو قال أنه لا يعرف ماذا يوجد في مرفأ بيروت وهذه النترات لا تخص حزب الله وبالأساس لم يتم استهداف حتى اللحظة أي كادر من كوادره أو مسؤول من مسؤوليه أو حتى من سياسيه في التحقيقات لماذا هذا الإصرار على الاستهداف الدائم للتحقيق؟ يعني الأسئلة اللي سألت إيها تصير التشكيك بأداء السيد نصر الله بموقفه من القضية تصير التشكيك تكبر التشكيك مش بس بتصيره تكبر التشكيك بالموضوع أنه أولا يترك القضاء وحاله بعدين أنا برأيي لازم لواء إبراهيم هو يرد على السيد نصر الله مش حدا تاني هو رئيس جهاز أهم جهاز أمني بالبلد ويقول أنا كيف يحفظ الأمن رئيس جهاز أمني إذا كان هو بيمتنع عن الذهاب إلى القضاء كيف؟ اتنين كيف بيقبل أنا كمان بنصحه عن جد بنصحه لللواء إبراهيم أنه وقف كل الحملات الإعلامية اللي عم تصير للدفاع عنه وكأنه متهم وأنه متظلم منه وينفي كمان هو أهل بيحترم القضاء بيحترم القضاء ما في يقبل اتهام رجل سياسي للقضاء أنه مسيس هذا كمان هو بتحمل مسؤولية بهذا الجانب وأنا بدي لك هوني للأسف للأسف اليوم في محاولة لتسييس الملف من قبل السلطة ومن قبل أمين عام حزب الله عم يحطوه بخانة نحكي بصراحة أنه الليواء إبراهيم قبل فترة صر بمعلومات أنه هو بترشح الانتخابات وأنه بترشح الانتخابات يعني بتوعمل رئيس مجلسي بمحل الرئيس برري وأنه اليوم هذا الموضوع مصار وكأنه الرئيس برري قابب بط لقاضي بيطار فتاح الملف الاستهداف الاستهداف اللي هو عباس إبراهيم هذا كلام خطير وحرام هذا لأنه هذا مثل الفتاوى الدينية عبكرة بيطلع من المفتي ولا من المفتي أبلان ولا من مين أنه شو هذا مسيس القضاء هذا قضاء مسيس ضبه الملف اللي أنتوا عم تشكوا فيه أنا كنت بعني عم أحلم بعد إمكانية أنه نوصل لنتيج أنتوا عم تقولولي لا بس تتحرر فلسطين ونوصل لنتيج بصراحة ما فينا لما نحلم ونشتغل مع الناس لدحر كل هذه المحاولات محاولات التسييس هذا الاستهداف في العلن والواضح والمكشوف من قبل نصر الله لأتحقيق ما هي خلفيته؟ لف الموضوع طمس التحقيق شو مصلحته أن يطمس لو ما له مصلح ما أنه مضطر يدخل بهذا الموضوع بكل صراحة يعني بدءا بتصريحه الأول أنه لا يعلم ماذا يجري في مرفق بيروت هذا ما حدا قبل النتيجة ما حدا قبل هذا الحقيقة وغير منطقية بصراحة أنا بعرف مقاومة عنده جهاز أمني رهيب وفعلا قامت بإنجازات ضد إسرائيل لأنه عنده أمن سليم كيف هذا دهر مش محمي بمرفق بيروت في هالأد كميات من إترات الأمونيوم وانفجار من هالنوع وما بيعرف هذا كلام على علامة استفاق طيب ولذلك في محاولة تبرئة الزات إذا كان لم يبدو أدي محاله ترك التحقيق يمشي ترك التحقيقات يمشي وخليها توصل لي أستاذة ديالة طالما التحقيق الدولي تم رفضه بشراسة تامة من مجموعة من الأفريقاء وعلى رأسهم حزب الله وأيضا الاستهداف الدائم لأمين عام حزب الله للمحققين العدليين في هذا الملف ما في تحقيق دولة والتحقيق المحلي واضح أنه دائما هو يتعرض للاستهداف طب شو الخيار الثالث أوكي رفض الخيار الدولي لا يعود لفريقا أو لآخر اليوم إذا الأمين العامي ومتحدة قرر تشكيل لجنة استخصاء لبنان ملزم كدولي طرف بالموافقة على هذا على عمل هذه اللجنة التي لن تحول محل القضاء الدولي ولكنها ستقوم بعمل استقصائي متوازي على الأقل الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من أدلة من أجل حقيقة ما لضحايا هذه الجريمة البشعة بس أنا بدي أعلق كمان على الشغل ما الذي يمكن التحقيق الدولي ممكن ممكن التحقيق المحلي صعب في تكوين مثل لبنان يعني بس بالتعليق على موضوع حزب الله يعني هذه الترسانة من المتفجرات يعني هي لفريق يمارس أعمال عسكرية فإما هذه الترسانة لحزب الله وحلفائه من النظام السوري أو غيره وإما هي لداعش وحلفائها يعني أيهما الأسوأ أن يكون لحزب الله ترسانته من المتفجرات في مرفق عام وهو ما ثبت للمرة الأولى ولو أن تم تداول الكثير من المعلومات إعلاميا حول هذا الأمر بل أن إسرائيل تقدمت حتى بشكاوى رسمية لدى أم المتحدة بيحاول هذا الموضوع ولكن في مرفق العام هذا ثبت للمرة الأولى أم الأسوأ أن يكون هناك ترسانة متفجرات لتنظيم إرهابي مثل داعش في مرفق بيروت تحت أنظار الدولة اللبنانية ومن خلفها الأجهزة الأمنية وحزب الله يعني أعتقد أن الإجابة واضحة هل من الممكن أن يتوجه أهالي الضحايا فرادة للإدعاء الدولي؟ إذا كان لديهم شروط من أجل إدعاء كذلك أمام المراجع القضائية الدولية أول شيء لما رجع القضائية الدولية يوجد مرجع المحكمة الجنائية الدولية لا اختصاص لها على لبنان لأن لبنان لم يصادق على اتفاقية روما ولا أظن أن مجلس الأمن وفيه دولة حليفة لإيران ولسوريا مثل روسيا سوف تتحمس لأن توافق على إحالة من هذا النوع أما من يحمل جنسية دول أخرى تمارس في أنظمتها القضائية مبدأ الاختصاص العالمي يعني تسمح بملاحقة جرائم من نوع خاص وخصوصا جرائم ذات بعد دولي جرت في دول أخرى ولحقت بأحد مواطنيها يمكن لدولة مثل هولندا توفية زوجة السفير الهولندي في التفجير يمكن لها أيضا أن تجري تحقيقاتها الدولية الخاصة في محاكمها الوطنية وأن تطلب التعامل مع القضاء اللبناني فيما يتعلق بالأدلة المتوفرة ولا أشك لحظة في أن دولا غربية سوف يكون لها قدرات تقنية وقضائية تتجاوز قدرة دولتنا التي لم يكلف مجلس النواب المنعقد بشكل مستمر ويسعه أن يعدل قانون مجلس العدلي ليوسع الفريق الذي يعمل مع هالقاضي المعتر اللي عم يشتغل لحاله معه اثنين انترنز متدرجان قضيين متجدرجان من أجل التحقيق في قضية بهذه الضخامة يعني صارت موجودة ومدرجة على قوائم التفجيرات الأسوأ بتاريخ الكوكب فكل المؤشرات السياسية في لبنان تجعلنا يعني أنا من الرأي الذي حتى لو كان متشائما لا أعتقد بأن محاسبة حقيقة ستلحق ليس فقط للقلق من قدرة القضاء على أن يكون حقا مستقلا عن سياقه السياسي ولكن لعدم الثقة بأنه سيسمح له أصلا لهذا القضاء بأن يصل إلى درجة محاسبة السلطة التنفيذية التي وضعته في مكانه طيب هذا الجو المتشائم الذي تشيعه الأستاذة ديالا يعني بدأ ربطه مع المستجدات على المستوى الملف اللبناني هناك تدويل ومناخ دولي وإقليمي متسارع للبحث في الأزمة اللبنانية وبالتزامن مع قرارات القاضي بطار وهناك حديث كثير عن أنه هناك مناخ دولي لرفع الغطاء عن الطبقة السياسية اللبنانية والتعويل على الانتخابات النيابية المقبلة هل من الممكن أن يدخل أيضا تحقيق التحقيق في تفجير المرفأ ضمن هذا الإطار؟ لا بصراحة لا تشاهم الأستاذة ديالا بمحله نتيجة ما عانيناه يعني بالبلد من جرائم متكرر أنا مكشف عن أي منها اغتيل رئيس جمهورية رنام عوض بملفه ما في ورقة وحده اغتيل إليح بيئة بملفه ما في ورقة وحده وهكذا دوليك عادة عن ما ديقول الاغتيالات اللاحقة اللي نحطت بالمحكمة الدولية لذلك التشاهم بمحله أنه نحنا لسنا بدولة لسنا في دولة نحن في مزرعة وبهالمزرعة كل واحد عفلتان على راسه وفيه كم راعي أنه بتحكم بكل مصائر الشعوب مصائر الشعب وحياته والآخرين ولكن هل اليوم مزبوط فيه نشاط دولي حول لبنان هل هناك علاقة مع قضية التفجير والتحقيقات الماشية فيه لا ما إلا علاقة هل إلا علاقة بالجانب السياسي بلبنان بتعسر واستعصاء تشكيل حكومة لإعادة يعني تسيير أعمال الدولي لأنه نحن بفراغ كامل كمان فيه شي منه ولكن عبدالك النشاط الدولي المعمول اليوم نتيجة معرفة الرأي العام الخارجي باستعصاء إمكانية تشكيل حكومة لبنان بهذا العهد ومع سعد الحريري وبين رئيس الجمهورية لأنه نحن اليوم أمام سلطة فيها رئيس جمهورية لا يعترف بالدستور هو أصلا كان ضد دستور سلت تسعة وثمانين وهو يخرج بالإكراه من ابعبدال اليوم أنا رأيي مش هيسمح يصير الانتخابات وما حيخرج من ابعبدال إلا بالإكراه كمان مش هيعمل رئيس الجمهورية مش هيعمل الانتخابات الرئيس لأنه عم يشوف مستقبل جبران إذا جبران ما له مستقبل فخلي الفوضى تعمل لبنان بالألفين وخمسة أيضا كان هناك ضغط دولي للقيام لتنفيذ الانتخابات رغم كل الأوضاع الاستثنائية نحن اليوم عمنا راهن على موضوع الضغط الدولي لإجراء الانتخابات بوقتها ولكن للأسف بالألفين وخمسة كان فيه إذا بتعرفي لصارت الانتخابات صارت تحالف الرباعي يعني صار احتواء لموضوع حزب الله مش تصدي لموضوع حزب الله اليوم يعني فيه قلق عند فريق عون وحزب الله من الانتخابات لأنه أي انتخابات هتغير طبيعة الأكثرية القائمة الآن وبالتالي هتكون أكثرية من نوع آخر ما بتسمح لحزب الله والغطاء المسيحي قبل ما انتقل للأستاذة ديالا أخر نقطة تفضل بموضوع النشاط الدولي إلو عليها بشكل خاص مع تعصر للتشكيل حكومي وعدم وجوده الجانب الإنساني فيه محاولة جدية عند المجتمع الدولي هي قلق وخوف من أنه الوضع المعيشي المأزوم بالبلد أن يأخذ البلد إلى فوضى أمنية وبالتالي لتدارك هذا الأمر عاب يعملوا مسعى جد لتأمين مساعدات عينية ومادية لقطاعات محددة مش للدولة لقطاعات محددة أولا للجيش والأجهز الأمنية لحتى يظلوا أدرين يلقاطوا الوضع ثانيا للمستشفيات والمدارس لأنه صار عدد كبير من الحكم عام في له دوما فيه الآخرة وزهاب السفيرتين الأمريكي والفرنسي للسعودية صحيح فبدوا من السعودية وبدوا من الخليجي ساهموا بهذا الدعم الإنساني للجيش قبل ما اختم مع الأستاذ ديالا بالموضوع الشعبي أهالي الضحايا يهددون ويتوعدون بالتصعيد على الأرض في حال لم يتم الوصول إلى نتيجة في التحقيقات وأنت قلت في بداية الحلقة أنه ممكن انتفاضة تشرين تؤمن الحاضنة الشعبية لهذا الموضوع يوم ليش ما عم نشوف هذا الالتفاف الشعبي حول أهالي الضحايا أو تحديدا من مجموعات 17-20 بالعكس في التفاف وتعاون كتير كبير بين مجموعات عديدة من الانتفاضة وأهالي الضحايا ونحن عم نحضر بإطار مجموعات بالانتفاضة عم نحضر لنشاط كبير من الأربعة أب مع أهالي الضحايا ونشاط كبير ضاغط إن كان على القضاء أو بالحال الشعبي أستاذ ديالا بالختم سمعنا عن إدعاءات عن دفعة ثانية من الإدعاءات سوف تشمل وجوه جديدة هل عندك معلومات حول هذا الموضوع؟ من ممكن تشمل هذه الإدعاءات؟ صادرة عن القاضي بتأريه؟ صحيح ماذا بنى القاضي بطار هذا الإدعاء؟ وعلى ماذا سيبني إدعاءه الجديد؟ الأهم أن مرحلة التحقيقات هي مرحلة سرية ولكن هذه السرية ترفع بعد انتهائها يعني بمجرد صدور القرار الاتهامي الذي لا يجب أن يتأخر أكثر من شهرين باعتقادي نحط موعد بأكتوبر تشرين أول أكتوبر المقبل إذن سيتأخر أكثر من شهرين هذا ليس موعدا ثابتا أفهم منك يعني ممكن يتم يعني القانون اليوم لا يعطي مهلة محددة لا للمحقق العادي في المحاكم دوائر التحقيق العادية ولا للمحقق العدلي لا يعطيه مهلة لإصدار قراره وإنما يعطيه كل الوقت للإجراء التحقيقات اللازمة من دون تحديد مهل فبعد انتهاء مرهل التحقيق كل هذه المسندات وكل هذه التحقيقات سوف تصير متاحة للعموم بمجرد تصويرها من قبل فريقنا وآخر المحامية والحقوقية ديالا شحادي أشكرك جزيل أشكر على مشاركتنا في هذه الحلقة وأيضا الكاتب والباحث السياسي يوسف مرتضى شكرا جزيلا على المشاركة ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدين على متابعتنا في أحاديث بيروت ملتقانة الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفي حديث جديد من أحاديث المدينة إلى اللقاء اشتركوا في القناة